شنت قوات الجيش والمقاومة هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوث المتمردة المدعومة من إيران في جبهة المخادر غربي محافظة مارب وتمكن أبطال المنطقة العسكرية الثالثة من تحرير عدة مناطق مهمة في الجبهة وسط انهيارات كبيرة لعناصر الميليشيات المتمردة بالتزامن مع استهداف مدفعيات الجيش تاززات للعدو كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في حين شنت مقاتلات التحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع الميليشيات وتجمعاتها في ذات الجبهة على صعيد متصل قالت مصادر عسكرية أن قتل وجرح من ميليشي الحوث الانقلابية سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية جنوب محافظة مارب وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن ما لا يقل عن سبعة حوثيين قتلوا فيما جرح أخرون في تجدد المعارك جنوب المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر